بسم الله الرحمن الرحيم أساليب المخاطبة بالواجب سبق أن عرفت أن الواجب هو الفعل الذي طلبه الشرع طلبا جازما ويعرف الواجب من خلال النصوص الشرعية بأساليب وصيغ تدل عليه وهي كثيرة متعددة منها ما يلي أولا فعل الأمر كقوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ثانيا المصدر الذي يعمل عمل الفعل أي فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فمعنى قوله سبحانه فضرب الرقاب أي فضربوا رقابهم وكذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة فقوله تعالى في الآية فتحرير رقبة مؤمنة معناه فليحرر رقبة مؤمنة لأن هذا مصدر يعمل عمل فعل الأمر ثالثا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقوله سبحانه فليستجيبوا الفعل يستجيب فعل مضارع لما دخلت عليه لام الأمر حولت معناه من المضارعة إلى الأمر فصار دالا على الوجوب وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته رابعا اسم فعل الأمر كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقوله سبحانه عليكم هذا اسم فعل أمر معناه إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعدما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهناك ألفاظ عديدة تدل على الأمر بمدلولها لا بلفظها كقوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وصلنا الآن عزيز الطالب إلى مسألة ترادف الفرض والواجب والمراد بهذه المسألة أن الفرض والواجب هل هما لفظان مترادفان معناهما واحد أو مختلفان متباينان اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول وهو لجمهور العلماء منهم الشافعية والمالكية وأصح الروايتين عن الإمام أحمد ويرى هؤلاء أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد وهو الفعل الذي طلبه الشرع طلبا جازما سواء كان هذا الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة أو كان بدليل ظني كخبر الواحد القول الثاني وإليه ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلة كأبي يعلى الحنبلي قالوا إن الفرض والواجب لفظان متغايران متباينان أما الفرض فهو ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة وقد ثبت ذلك بقوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه ثبت بخبر آحاد وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومثاله أيضا عند الحنفية صدقة الفطر والأضحية وصلاة الوتر والعيدين وحكم الفرض لزوم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي واستحقاق العقاب على تركه من غير عذر للآيات والأحاديث الدالة على وعيد العصاه إلا أن يعفو الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته ويحكم بكفر من جحده قولا أو اعتقادا ويفسق تاركه من غير عذر لخروجه عن طاعة ربه أما حكم الواجب عندهم فهو لزوم العمل بموجبه للدلاء للدالة على وجوب اتباع الظن وإن كان لا يكفر جاحده لثبوته بدليل ظني وتارك العمل بالواجب إن كان متأولا فلا يفسق ولا يضلل وإن لم يكن متأولا بأن كان مستخفا فإنه يضلل فإن لم يكن مستخفا فإنه يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه ويعاقب على تركه للأدلة الدالة على وعيد العصاه إلا أن يعفو الله تعالى برحمته مقارنة بين المذهبين جدير بالذكر أن الجمهور لا ينازعون في أن ما ثبت بدليل قطعي أقوى مما ثبت بدليل ظني كما لا يخالفون في أن منكر الأول كافر بخلاف منكر الثاني إنما الخلاف في التسمية فقط فالجمهور يرون الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحا بينما يخص الحنفية ما ثبت بدليل قطعي باسم الفرض وما ثبت بدليل ظني باسم الواجب وبناء على ذلك يكون الخلاف لفظيا اصطلاحيا لا ثمرة له ترجمة نانسي قنقر